أهلا بكم مجددا صرحت المستشارة الألمانية أنجلا بيركل أن 14 دولة أوروبية تعهدت لبلادها باستقبال طالبي اللجوء الذين قدموا طلباتهم للجوء الأولى فيها وأن برلين ستجدد من إجراءتها بحق اللاجئين على الحدود المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير ونعود للحديث يبدو أن دولة المستشارة الألمانية أنجلا بيركل التي استقبلت ما يقارب المليون لاجئ من شتى أنحاء العالم خلال السنوات الماضية ستحمل خلال الشهر التاسع من العام الجاري أخبار قد تكون غير جيدة بالنسبة للاجئين الفارين من بلدانهم نتيجة الظروف الصعبة فبحسب تصريحات ميركل الأخيرة ستشدد برلين ابتداء من شهر أيلول القادم إجراءاتها بحق اللاجئين حيث تعهدت 14 تدولة أوروبية لبلادها باستقبال طالبي اللجوء الذين قدموا طلباتهم الأولى فيها وسيتم إنشاء مراكز إرساء على الحدود الألمانية لمعالجة طلبات اللجوء وإخضاع تأشيرة شينغين للمزيد من الرقابة إضافة إلى تعزيز عمل وحدات وكالة الرقابة على الحدود الأوروبية الموجودة في اليونان وإرسال أفراد من الشرطة الاتحادية إلى بلغاريا لتعزيز إجراءات حماية الحدود الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع شراكائها الأوروبيين والذي يهدف إلى الحد من استقبال اللاجئين عبر إنشاء مراكز احتجاز لهم في شمال أفريقيا وأوروبا لم يلقى ترحيبا من قبل حليفها الحزب المسيحي الاجتماعي برئاسة وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي انتقد بشدة النتائج التي توصلت إليها ميركل مع الدول الأوروبية الأخرى حول ملف اللاجئين وهدد بتقديم استقالته احتجاجا على سياسة المستشارة الألمانية في ملف الهجرة فهل ستشهد الأيام القادمة تغييرات في سياسة الحكومة الألمانية بحق اللاجئين أم سيكون أولئك اللاجئون أمام إجراءات جديدة تحد من انتقالهم بين دول الاتحاد الأوروبي وللحديث أكثر ينضم إلينا الناتق باسم لجنة الهجرة والوجوء في حزب الخضر من برلين جيان عمر وزميلنا مكسيم العيسى من فرانكفورت وأيضا المحامي إيهاب عبد من ستوكهولم مساء الخير وأهلا بكم جميعا رح أبدأ مع زميل مكسيم العيسى حالة من اللغط في ألمانيا تدور عن مواضيع اللاجئين والوجوء تهديد بالاستقالات وما إلى ذلك دعنا في صورة ما يجري نعم أحلام الطحية طيبة لك والأستاذ المشاهدين وأيضا للضيوف الكرام يعني هي حالة حقيقة أزمة لنقل الآن في الحكومة الألمانية بسبب تردد وزير الداخلية هورتزيهوفر عن إعلان عن استقالاته التي أعلنها بشكل مباشر لحزبه الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري أثناء الاجتماع يوم أمس وثم قال بأنه سينسحب خلال ثلاثة أيام إعلانه لهذا دعت الأطراف الحزبية هنا في ألمانيا استياسية إلى اجتماع اليوم مكثفة بين المستشارة الألمانية أنجل أميركل ووزير داخلية هورتزيهوفر الذي ما زال يرفض كافة المقترحات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي في 28 و29 من الشهر الماضي عن أسبوع الفائت حقيقة أضعك وأساد المشاهدين في بعض الأحصائيات حول هذا الموضوع هناك استطلاعات للرأي جرت حول هذا الموضوع وخلاف الدائر بين المستشارة الألمانية ووزير داخليتها وكانت النسب كالتالي أحلام هناك حوالي 83% من حزب ميركل يؤيدون سياستها في اللجوء وأيضا هناك 85% من أنصار الحزب الاشتراكي الشريك يؤيدون سياستها إضافة إلى 95% من أنصار حزب الخضر و79% من الحزب اليساري و66% من الحزب الليبرالي فقط الحزب البديل لأجل ألمانيا أو اليمين المتطرف الشعبي هو الوحيد الذي يؤيد أطروحات وزير الداخلية بنسبة 88% طيب على ما يبدو أنه نواجه مشكلة مع الصورة مع زميلنا مكسيم أنتقل الأستاذ جيان مساء الخير أستاذ جيان ما ذكره زميل مكسيم وهذه الأزمة بين أنجلا ميركل ووزير الداخلية كيف تنعكس على اللاجئين وما هي مخاوف اللاجئين من هذه الأزمات مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين في الحقيقة هذه الأزمة تعتبر الأزمة الأكثر حدة في تاريخ ألمانيا الحديث بعد الحرب العالمية الثانية حيث كانت هناك دوما خلافات تحصل ما بين الأحزاب الحاكمة في الإتلاف الحاكم خصوصا بين الحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي رأسه ميركل والحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري الذي فقط يعمل في مقاطعة ميونيخ الجنوبية ولكن هذه المقاطعة بحكم أنها أغنى مقاطعة فلها دوما تفرض شروطها وتفرض سياساتها على الحكومة المركزية عبر حزب ميركل الآن ميركل تدافع ليس فقط عن قضية الهجرة واللجوء الإنساني وإنما تدافع عن وحدة الاتحاد الأوروبي حيث أنها تقول بأنه في حال قامت ألمانيا كما يطلب وزير داخليتها هورسيوفا بإغلاق الحدود أو بإعادة المهاجرين القادمين على الحدود الألمانية فأن ذلك سوف يؤدي إلى حالة دومينو أن بقية الدول المحيطة بألمانيا أيضا سوف تقوم بطرد المهاجرين القادمين وهكذا سوف تدخل دول الاتحاد الأوروبي في حالة عزلة كاملة والمستفيد من هذه الحالة سوف يكون اليمين المتطرف في عدة دول خصوصا وأن إيطاليا يحكم حاليا اليمين المتطرف في النمسا يحكم اليمين المتطرف في هنغاريا والشيك وبولونيا أيضا اليمين المتطرف الشعبوي وبالتالي هناك خطورة حقيقية على المشروع الاتحاد الأوروبي ككل إذا تدراخت ميركل مع هذا الطلب فسوف يقومون بالمزيد من المطالب إلى حين إنهاء الاتحاد الأوروبي بصيغته الحالية لذلك ميركل ترفض أي حلول ألمانية وإنما تطالب بحلول أوروبية ولكن هنا أود أن أقول بأن حتى الحلول الأوروبية التي طرحتها ميركل بعيدة عن القيم الإنسانية حيث لا يمكن إعادة المهاجرين القادمين من أفريقيا ودول الشرق الأوسط إلى معسكرات مغلقة تقيمها دول الاتحاد الأوروبي في ليبيا والجزائر ودول أخرى خصوصا وأن ملفات حقوق الإنسان في هذه الدول صيتها سيئة وبالتالي كيف يمكن إعادة شخص هارب من جحيم الحرب أو لاجئ سياسي إلى دولة تمارس الدكتاتورية بحق سكانها وبالتالي نحن في حزب الخضر نرفض بالمطلق إقامة هكذا معسكرات مغلقة خارج الاتحاد الأوروبي ومن حق أي لاجئ أن يقوم بتقديم طلب لجوء سياسي في الاتحاد الأوروبي عبر المحاكم المختصة نعم أستاذ إيهابي هذه المشاكل التي تعاني منها ألمانيا اليوم هي ليست فقط ألمانيا هي في القمة الأوروبية الأخيرة يعني موضوع الهجرة واللجوء كان المسيطر على هذه القمة وصعد التوترات الأستاذ جيان قال أن هذه الإجراءات من الممكن أن تشكل خطورة على المشروع الأوروبي ككل هل فعلا أزمة اللجوء والهجرة على أوروبا من الممكن أن تؤثر على المشروع الأوروبي مساء الخير لحضرتك للمشاهدين والمشاهدات الحقيقة في خطورة حائية بس مش على المشروع الأوروبي أنا برأيه يعني الدول المؤثرة في القرار الأوروبي راح تضحي باللاجئين لما بتشوف أنه المشكلة ممكن تهدد هذا الكيان الأوروبيين كلهم مع الاتحاد الأوروبي وإلا ما كانوا عملوه حتى إذا نشوف اليوم بريطانيا وبعد أكثر من سنة من الاستفتاء في كلام اليوم عن إنهاءه أو تشكيل استفتاء جديد لإعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إذن موضوع انهيار الاتحاد الأوروبا هو أمر صعب جدا كناحية سياسية المشكلة في أوروبا الآن هو تنامي اليمين بشكل كبير والسبب أنه أوروبا أعتقد أنه بجانب مهم فشلت في تجاوز اختبار أنه هل حقا مبادئ التسامح والانفتاح كانت مبادئ حقيقية أم أنها فقط حالة من الشعارات أمام أول اختبار سقطت أوروبا فعلا أعتقد أنها سقطت أمام اختبار التسامح دولة مثل السويد تعتبر من أهم الدول في العالم أو دولة الأولى في العالم في التسامح يصعد فيها اليمين بشكل كبير جدا لدرجة أنه قد يخطف الحكومة في الانتخابات المقبلة في سبتمبر القادة إذن ملف اللجوء برأيي جزء مهم منه بروبيغاندا سياسية تستخدمها الأحزاب اليمينية من أجل خلق حالة فزع تستفيد منها في الحصول على مكاسب وللأسف الشديد صورنا نشوف أحزاب يسارية عم التاجر بقضية اللاجئين مثل ما صار بالسويد ومثل ما صار بكثير من الدول أي أن الأحزاب اليسارية بعضها طبعا حاولت أن تذهب اتجاه اليمين قليلا من أجل استرضاء الجمهور من أجل الحفاظ على مكاسبها السياسية فقط الأحزاب المتشددة يساريا أو إنسانيا مثل حزب الخضر ومثل الأحزاب اليسارية التي أخذت موقف صارم في موضوع اللاجئين طيب أستاذ إيهاب هذه حالة الفزع التي تتحدث عنها والتي هي لتحقيق مكاسب سياسية تنعكس على اللاجئين المتواجدين إن كان في السويد إن كان في ألمانيا في دول أخرى كيف يتأثر اللاجئ المتواجد على الأراضي الأوروبية اليوم بهذه الحالة من النزاعات إذا أمكن القول أو هذه الحالة من المهاترات أو اللعب على موضوع الهجرة واللجوء يتأثر بكثير من الحالات بدءا من مصاريفه اليومية بدءا من فرص العمل بدءا من فرص الدراسة التمييز أصبح يظهر واضحا في كثير من المراكز في شركات السكن يوجد في كثير من الدول الأوروبية مجتمعين واضحين أصبحوا للعيان هناك مجتمع بين قوسين بين مزدوجين الأصليين وبين مزدوجين أيضا المهاجرين هذا خطير خطير جدا اشتغلت عليه الأحزاب اليمينية سواء خارج أوروبا أو داخل أوروبا هذا العمل ألا برأيي لن يؤثر على الكيان السياسي الذي اسمه الاتحاد الأوروبي ولكن سيؤثر بشكل مباشر على اللاجئين المهمدين الذين لن يدخلوا في عالم السياسي ولم يحافظوا على مكتسباتهم السياسية في الدول الأوروبية برأيي المعركة كبيرة المعركة تتخطى حتى خدود الاتحاد الأوروبي المعركة انترناشنال إما اليسار والوسط والقوى التقدمية والليبرالية تنتصر أو القوى الشعبوية اليمينية تنتصر لذلك المعركة ليست فقط في قمة الاتحاد الأوروبي بل هي حتى في المجتمعات العربية والمجتمعات الأفريقية وفي الولايات المتحدة والكندا نجد مثلا في إسبانيا حتى بس أعطي لمحة بسيطة باختصار في إسبانيا انتصر اليسار في إيطاليا انتصر اليمين في فرنسا انتصر الليبراليون إذن هناك أنا برأيي هناك تخبط سياسي كبير في المجتمعات الغربية ناتج عن أزمة الهجرة ماذا سيحدث لاحقا لا ندري ولكن الموضوع عندي ثقة كبيرة بالنخبة السياسية الأوروبية أنها ستجاوز هذه الأزمة نعم أستاذ جيان هذا التخبط السياسي الذي يتحدث عنه الأستاذ إيهاب كيف سينعكس على موضوعات اللاجئين العالقة وهي اليوم هي الهم الأكبر لهم الذي ينتظر لم يشمل الذي ينتظر العبور من اليونان إلى مناطق أخرى كما تعلم هذه المشاكل العالقة للمتواجدين في اليونان أو في دول أوروبية أخرى هي الأهم حقيقة القضية اللجوء هي قضية إنسانية ويحكمها بحكم القانون الألماني والقانون الأوروبي هو الذي يحمي حق اللاجئين في لمشملهم حقهم في الحصول على الحماية الكاملة ولا يمكن ولا نسمح باستغلال قضية الهجرة واللاجئين للمآرب السياسية المعركة السياسية لم تنتهي وما تفعله ميركل في مواجهة هذا التطرف اليميني ضمن اتلافها الحاكم ومساندة التي تلقاها من قبل أحد الأحزاب التي خارج التحالف التي تلعب حادثا دور المعارضة كحزب الخضر والحزب الليبرالي والحزب اليساري أيضا في البرلمان الألماني جميعهم يؤكدون على حق هؤلاء اللاجئين المتواجدين على الأراضي الألمانية والأوروبية في لمشمل عوائلهم والحصول على الرعاية الكاملة التي يضمنها لهم القانون والقوانين النظمة لحقوق اللاجئين شكرا جزيلا لك الأستاذ جيان عمر الناطق باسم لجنة الهجرة والوجوء في حزب الخضر من برلين شكر موصول للمحامي إيهاب عبد الذي انضم إلينا عبر سكايب من ستوكولم و أيضا للزميل مكسيم العيسى مراسل أوريانت نيوز كان معنا من فرانكفورت مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من هنا سوريا نعود و نلقاكم غدا بإذن الله اشتركوا في القناة